السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم والحلقة 49 من مسلسل الخائن في الحلقة دي نورة بتتعصب جدا وبتزعق له وبتقول له بطل كذب فعمد بيحاول يهديها فنورة بتقول له ان ما فيش اي حد يقدر يزعجها وان هو يحل القصة دي باي طريقة وبتقول له كمان ان هي هتنام فوق وان هو يفضل قاعد طول الليل يتفرج على اللوحة فعمد بيقول لها بوعدك ان هخلص القصة لكن نورة بتقول له تصر فانا مش عايزة اي حد يشوه سمعتي ولا يتكلم علي نص كلمة ولازم تخليها تمشي هي وابنها من المدينة وبتسيبه وبتطلع وطبعا عماد بيكون قاعد ومتدايق جدا ومش مصدق ان هودا عرفت نورة كل حاجة وبعدها هودا بتكون قاعدة عند اختها لكن جوز اختها بيكون متدايق من وجودها واخت هودا بتقول له بس عشان هتسمعك فبيقول لها طب ما تسمع ده احنا مكافين نفسنا بالعافية وطبعا هودا لما بتسمع كده بتتدايق وبتكون محرجة وفي نفس الوقت سامر بيكون قاعد مع امل وبياكله فامل بتقول له لازم تروح لامك وتتكلم معاها لكن سامر بيقول لها ان هو مش فاضي فامل بتقول له انا اروح لها فسامر بيغير الموضوع وامل بتقول له احنا ممكن نحل المشكلة بس خلينا ساعدك شوية فسامر بيقول لها ممكن انام شوية عشان راسي وجعاني فامل بتقول له نام فبيشكرها جدا لان هي جابته البيت وساعدته وفي ماشهد تاني اسيل بتكون قاعدة مع صديقها وبتتصل على يازم عشان تتطمن عليه فيازم بيقول لها ان هو كويس فبتقول له باكلمني وطمنني عليك وبعد ما بتقفل معاه صديقها بيسألها هو كويس فبتقول له كويس فبيقول لها قد ايه هو محزوز علشان عنده ام زيك فاسيل بتقول له ليه بقى فبيقول لها لان الانسان على طول بيتغير لكن انت لسه زي ما انت من وقت ما كنا في الجامعة وانت بتهتمي قوي بالحاجة اللي بتحبيها فاسيل بتقول له كانت ذكريات حلوة وبعدين بيقدم لها هدية وبيقول لها فتحيها فاسيل بتفتحها وبتلاقي فيها القلم بتاعها فبتفضل تضحك وبيقول لها ان هو على طول كان بيسرق منها القلم قبل الامتحانات وهي كانت دايما بتعمل حسابها في واحد تاني فاسيل بتشكره وبعدين بيقول لها ان هو تفاجئ لما عرف ان هي تجوزت وتفاجئ اكتر لما عرف ان هي اتطلقت لان هي مش من النوع اللي بيحب بسهولة فلو حب تحدل درجة الجواز يبقى صعب ان هي تتطلق فاسيل بتقول له انت قلت ان الحياة دايما بتفاجئنا وبعدين بتسأله وبتقول له هو انت تجوزت فبيقول لها تجوزت تلات مرات والموضوع جيه ورا بعده لما سفرت وكنت بادرس تصوير وتجوزت الاولى وبعدين طلقتها والتانية وهكذا فبتقول له عندك اولاد فبيقول لها لا لان هو اصلا مش عايز لازم الاول يعمل حياة مستكرة ويكون هو حابب يبقى قب علشان الولد يعيش مبسوط فاسيل بتقول له عندك حق وفي نفس الوقت سيف بيكون مع تيا على العشا وبيبعت رسالة اليزن وبيقول له انبسط بوقتك فتيا بتسأله عامل ايه فبيقول لها كويس فبتقول له مش قلت لك ان انتو هتتصلحوا وهتبقوا كويسين مع بعض وبعدين بتتكلم معي عن البدلة اللي هي اشترتها له وبتقول له قد ايه لايقى عليك فسيف بيشكرها وبيقول لها ان دايما زوقها حلو وفي الوقت دا سيف بيشوف واحدة شبه اسيل وبتكون قاعدة في المطعم مع واحد وسيف بيشوفها من ظهرها وبيفتكرها اسيل وتيا بتفضل تتكلم لكن سيف ما بيكونش مركز وبعدين بيستأذل من تيا وبيروح الحمام وبيطلع التليفون وبيفضل يفكر وبعدين صديق اسيل بيطلب منها ان هي تغير جوه وتسافر معاه فاسيل بتقول له انت اسلوبك حلو في الاقناع لكن انا عندي شغل وفي الوقت دا بيجي لها تليفون من سيف لكن اسيل ما بتردش وصديقها بيقول لها ان هم على طول عندهم شغل وان كمان ابنها يزن في المخيم ومش هينشغل بالها عليه وان الحياة كتير اسية وهي لازم تستغل لها فاسيل بتقول له نروح في وقت تاني لكن هو بيقول لها بكرة وسيف بيتصل عليها تاني فاسيل بتقول له ان هي لازم ترد ضروري وبترد على سيف وبتقول له انت عايز ايه فاسيف بيقول لها انت ليه مش بترد علي افريد ان انا عايزك في حاجة مهمة فاسيل بتقول له في ايه فسيف بيقول لها ان هو كلم يزن وعرف ان هو كويس فقال لما يطمنها طبعا قاسيل لما بتسمع كده بتضحك وبتقول له عرفة وبعدين بتيجي تقفل فسيف بيقول لها انت في المطعم فبتقول له ايوة فبيقول لها مش المفروض تروحي بدري عشان عندك شغل الصبح وانا عارف ان انت واحدة ملتزمة وما ينفعش يتأخري عن شغلك فقاسيل بتقول له انا مضطرة اقفل وبتقفل معاه وبعدين بتقول صديقها نروح فبيقول لها لما تخلصي اكل لكن قاسيل بتقول له مش قصدي ان احنا نروح من هنا انا قصدي ان انا موافقة نسافر مع بعض وبعدين بتمسك التليفون وبتقول له ان هي هتبعت رسالة للمستشفى علشان لازم تعرفهم وبعدها سيف بيرجع عند تيا فبتقول له ان هي طلبت الحلو وجابت الحاجة اللي هو بيحبها فسيف بياكل لكن تفكيره كله بيكون مع قاسيل وفي مشهد تاني ناديم بتطلع وبترمي الزبالة وبتبص وبتشوف صديق قاسيل واقف وبعدين قاسيل بتخرج فناديم بتروح عندهم وبتقول لهم صباح الخير واسيل بتعرفها على صديقها وبتقول لها ان هو رفقها من ايام الجامعة فبيسلم عليها وبيقول لها ان لون شعرها حلو وان اكيد فيه ناس كتير قالولها كده لان الانسان الحلو لازم يتقال له الكلام ده في وشه فناديم بتشكره وبتقول عليه لطيف وبعدين بتسألهم رايحين فين فاسيل بتقول لها ان هي هتستغل لغياب يازن وبيطلب من ناديم ان هي تخلي بالها من المطور فناديم بتقول لهم انبستو بتسيبهم وبترجع على البيت وبعدها سيف وتيا بيكونوا في المستشفى مع بنتهم زينب علشان تاخد اللقاح وسيف بيقول لطيا انت عارفة ان انا مش هقدر ادخل معاكم فبتقول له ان عارفة لانك مش بتقدر تشوف زينب وهي بتاخد الحقنة وبتاخدها هي وبتدخل وبتقول له مش هتأخر عليك فسيف بيروح لمايا وبيقول لها اسيل موجودة لكن مايا بتقول له ان هي في اجازة طبعا سيف بيتفاجئ وبيكون عايز يعرف هي فين بالزبط لكن مايا بتقول له مش عارفة وحتى لو عارفة انت عارف ان انا مش هقدر اقول لك وبعدين بيجي يمشي وبيلاقي ايمن فبيسألوا عن اسيل وايمن بيقول له ان هو ما يعرفش وسيف ما بيكونش مصدق وبيقول له مش انت كنت صهران معاها مبارح لكن ايمن بيقول له ما حصلش فسيف بيزعقله وبيقول له هي فين وطبعا ايمن بيتضايق من طريقته معاه وبيقول له انت بتتجاوز حدودك فسيف بيقول له معلش بس انا عايز اعرف هي فين فأيمن بيقوله أنا قلتلك معرفش وأنا أصلا عرفت منك دلوقتي إن هي مش موجودة وبيسيبه وبيمشي وبعدين بيجي له تليفون منتية فبيقول لها إن هو كان في الحمام وجاي وبعدها نورة بتكون قاعدة على الفطار وأول ما عماد بينزل بتقوم وبعدين عماد بيخرج وبيلاقي اللوحة اللي هي رسمها في السيارة وبيعرف إن نورة طلبت إن هي تتعلق في المكتب عنده وعماد بيعمل تليفون وبيقول إزاي لحد دلوقتي مش لقيين هدى ولا سامر وبعدين أمل بتروح وبتقابل هدى فهدى بتسألها عن سامر فأمل بتقول لها إن هو مش كويس وضيع شوية فهدى بتقول لها عايزة تكلميني في إيه فأمل بتقول لها أنا عايزة ساعدك فهدى بتقول لها إزاي وأمل بتقول لها سماعيني وفي مشهد تاني سيف بيروح على بيت أسيل وبيلاقي الموتور واقف قدام الباب فبيكون مستغرب وبعدين بيدخل وبيفضل يخبط لكن محدش بيرد عليه فبيخرج وبيروح عند ندين فبيقول لها إن هو اتصل عليها كتير جدا فبتقول له إن هي كت بتنضى في البيت وما كانتش فاضية فبيسألها عن أسيل وبيقول لها إن هو بيتصل بيها ومش بترد عليه وكمان عرف إن هي واخدأ أجازة من المستشفى هو حصل لها حاجة فنديم بتقول له إن هي كويسة وسفرت معرفيها من أيام الجامعة كام يوم طبعا سيف لما بيسمع كده بيتدايق وبيقول لها إزاي يعني ما تقول لش حاجة زي دي فنديم بتقول له هي هتقول لك ليه فسيف بيقول لها لإن يازن مش موجود وفريدي إن هو حصل له أي حاجة لازم الأول تعرفني وتستأذنني فنديم بتقول له إن أسيل مش لازم تاخد رأي حد وخصوصا هو وبتقول له كمان أنت مالك ومالها هو أنت مش جيت هنا قبل كده وفضلت تبكي وكان يازن ساعتها معاك أنت عايز إيه منها دلوقتي هي ويازن أمورهم تمام ومبسوطين وبتطلب منه إن هو يروح لعيلته ويهتم بيهم وبحياته ويبطل تدخلات وما يجيش هنا مرة تانية وبتقفل الباب في وشه طبعا سيف بيتدايق من كلام ندين وفي نفس الوقت أسيل بتكون مع صديقها وشكلها مبسوط جدا وكمان تيا بتحاول تقرب من سيف لكن سيف بيقول لها إن هو تعبان شوية فتيا بتتدايق من رد فعله وبعدها تيا بتكون قاعدة في البيت وبتتصل على سيف لكن سيف ما بيردش بيبعت رسالة وبيقول لها إن هو مشغول جدا فبتكون مستغربة جدا من تصرفاته وسيف في الوقت ده بيكون عند بيت أسيل لكن بيلاقيها لسه ما رجعتش وبيكون شكله حزين جدا وتيا بتكون قاعدة في البيت وبتبص على صورتها مع سيف وبتفتكر كلام أسيل معاها لما قالت لها في الوقت اللي كان بيخني فيه معاكي كان بيخونك برضه معايا وبتفتكر كمان لما قالت لها في الوقت والمكان اللي أنا بحدده سيف بيجيلي وبعدين بتمسك التليفون وبتدخل على الإنستجرام بتاعها فبتلاقي صورة وبتعرف منها إن أسيل مش موجودة هنا فبتفرح جدا وبتتأكد إن سيف مش عنده أسيل وفي مشهد تاني سيف بيكلم يازن وبيتطمن عليه وبعدين بيسأله عن أسيل وبيقوله إن هو عايزها في موضوع مهم فيازن بيقوله إن هي بعتت له اسمه وصورة الفندق اللي هي فيه فسيف بيطلب منه إن هو يبعث له الصورة وبعدين تيا بتنزل من فوق وبتقوله كنت بتكلم يازن فبيقول لها أيوة كنت بتطمن عليه وبعدين بتقوله يلا عشان نفتر لكن سيف بيقول لها إن هو عنده شغل مهم ولازم يمشي فبتطلب منه إن هو ما يتأخرش بالليل لأن هي هتعمله العشا بأديها وبعدها سيف بيكون في السيارة وبيتصل على ريم وبيقول لها إن هو مش هيجي على المكتب النهاردة علشان عنده شغل مهم وبيعرفها المكان اللي هيكون فيه وبيطلب منها إن هي تأجل كل الاجتماعات وبعدها سيف بيوصل على الفندق اللي أسيل فيه وبيلاقيها قاعدة مع صديقها فبيروح عندها وبيقول لها بتعملي ايه هنا مع الشخص ده فأسيل بتستغرب وبتقوله انت اللي بتعمل ايه هنا لكن سيف بيكون متعصب جدا وبيقول لها أنا بسألك سؤال وبقولك بتعملي ايه هنا أظن إن السؤال ده بسيط فأسيل بتقوله انت أصلا مين عشان تسألني سؤال زي ده فبيقول لها انت أم ابني هو انت مش مكسوفة من اللي انت بتعمليه فأسيل بتتدايق وبتقوله خلي بالك من كلامك انت بجد بتزعل فسيف بيقول لها إن هو هياخد منها يزن لأن هي واحدة من غير أخلاق فأسيل بتزعق له وبتقوله امشي وصديقها بيقوم وبيقوله يلا ورينا عرض اكتافك فسيف بيزعق له وبيقوله انت مين أصلا فصديق أسيل بيقوله فهمت انت عايز تتعرف علي فسيف بيقوله ايوة أنا سيف وبيروح ضربه فأسيل بتزعق لسيف وصديقها كمان بيعرفه على نفسه وبيروح ضربه واللي اتنين بيفضلوا يضربوا بعضه وبيتخنقوا وفي نفس الوقت تيه بتكون في البيت ومحضرة العشاء ومستنيا ان سيف يرجع وبتفضل تتسل عليه لكن سيف مش بيرد فبتكلم ريم وبتقولها ان هي مش عارفة توصل لسيف لكن ريم بتفاجئها وبتقولها ان سيف مراحش المكتب وكمان بتعرفها المكان اللي هو فيه فتية بتشكرها وبتقفل معاها وبتفتكر ان ده نفس المكان اللي أسيل فيه وبتكون مصدومة ان سيف رح لها ودي كانت سريعا احداث الحلقة التسعة واربعين من مسلسل الخائن استنونا في الحلقات الجاية ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس